نبدأ بفقرة بي بوزيتف بي بوزيتف يلا بي بوزيتف يلا نبدأ معكم ونبدأ معك أميل فازي أنا بش نمشي معكم للكريب بش نمشي لولاية سليانة بش نمشي لشباب تونسي اللي هو العمل لتطوعي قداش عنده قيمة يا عفاف في تونس وقداش ناس تنجم تخلق من الخراب زوزة تصور كان يشوفوا فيهم السادة المستمعين على الفيسبوك نشوفوا اللي بجنب المحطة منتاع الكريب في سليانة قريب للمدرسة فما بنية خاربة عندها 30 سنين متمستش لكن وقت اللي متمستش البنية هذية يجيش كون يرجع له الحياة اللي هو الشاب كريم عرفة اللي هو مهندس يقوم بإصلاح هذه البنية هذية ويزوقها ويجدها ويعملها مكتبة للصغار فحاجة ممتازة جدا أنه ويقول اللي العمل هذية بش يتواصل في العديد من المدن الأخرى والعديد من المناطق نشوفوا كيف نشوفوا زوزة تصوروا نقولوا مش نفس المكان سبحان الله معناها التغيير بحاجات بسيطة وقال لك المواد اللي استعملها لكلها مواد مورسكلة يعني ما شرياش حاجات جديدة لكلها شبيبان وشبابك مورسكلة من بنايات أخرى إخذاهم وعمل وستغلهم وقام بالبنية هذية فبرافو لي على المجهود هذية وبرافو الكل تونسي يعطي هكا شوية يعمل جهدو يعمل جهدو كل بلادي أحينا ندور الدولة في حاجات كيما هذو نلقاو المواطن تونسي يعمل إنيسياتيف كيما هكا وخاصا كي نحكيو على مكتبة وقرائية وكتوب دوك حاجة مهمة برشة لأطفال وشباب المنطقة اللي موجودين غاديكا ولو أنه ساعات بالنسبة لنا بالنسبة لنا ساعات كيعملها مواطن خير ملي يعملها الدولة مواطن يمشي يستحفظ على حاجة عملها مواطن آخر أكثر ملي تكون ملك الدولة عنها في الموانتالي تادي للأسف ما نسي الخدمة تروا تشوف الفرق ما بينزو تساور بالحق تقولش عليه مايش نفس البلاسة ومايش نفس البنية يعطي الصح بيش عندك محمود والله الخبر مفرح وين الموضوع عذاي نركز معاه من قبل الخطر دا جاء خدم عليهم تقريب التقاوف وشان تيوب متاع مفيش بيبليستيب بطبيعة نجمو تشوفوه في باجا مساحة متاع زراعة الكولزا اللي هو السلجم الزيتي اللي اسم صعيد بالعربية سلجم السلجم الزيت الكولزا الضعفة وصلت لثمانية لاف هكتار في الموسم هذي كانت تقبل ثلاثة لاف وخمسمية معناها دوبلو أكثر شوية هي صارت حملة تحسيسية ما بين عمنا والوسنال لأكثر من ثلاثمائة فلاح معناها في باجا والبلايس اللي قراب من باجا على زراعة النبتة الكولزا هذية نذكروا لزيت الكولزا في القيمة الغذائية يجي بعد زيت زيتونة مرتبة الثانية مباشرة عن بعد زيت زيتونة هو سومو غالي شوية بالنسبة لنا نحن في تونس ما إن شاء الله يولي أقل سومو بحكم أنه الفلاحة بدأ يزرع فيه خطر زيت الكولزا أول حاجة القيمة الغذائية بعد زيت زيتونة بعد ما يتعصر الزيت البذورة ذوكم فيهم عالفة للحيوانات بخلاف هذا أنه ما يتعبش الأرض برش بالضبط معناها بالحق يساعد الفلاح بالجداء إن شاء الله نشوفوه معناها المساحة تمشي وتكبر ممسين نحن سنة رأنا كنا من فيزين 25000 فكتار كيوخرت المطار كل شي يتعطل فإن شاء الله في الموسم الجاي يكونوا أكثر ينتج أكثر بيئنا بما أنه كنت في المملكة العربية ساعة